تحط الملح هنا وتبدأ بيجي بشكل ما وفلوس يا هلا والله مسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صباح الخيرات والمسرات حياكم الله شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن الشمس مشرقة والأجواء العليلة وهالخبار اللي حولنا وحالينا اللهم لك الحمد والشكر يلا جماعة الخير اليوم نصحينا الصباح كذا راحنا وقهوة وتخليص بعض الأعمال وبعض الأشغال اللي هنا ومن هنا ومن هنا تعرفوا ان الواحد تجي شغلات انه مهداري عنها تجي شغلات كذا فجأة ينام يصحى في رسائل ودنيا وعالم لكن الحمد لله انجزناها يلا جماعة خير اليوم عندنا يوم حلو ان شاء الله نبي نمر مكانا كذا قريب كذا حق سيارات يمكن ونخلص منه ان شاء الله تعالى بعدها راح نكمل جولتنا ونبي نتكلم عن بعض الأشياء وبعض الشغلات وتبتكون جولة بإذن الله راح تعجبكم فيلا بسم الله الرحمن الرحيم خلونا ننطلق في هالصباح المنعش أو العليل أو المشرق اللي تابونا يلا بسم الله سبحان الله لا جيت تسولف مع أحد لازم تكون عندك تجارب يجماعة في الحياة انا كنت جالس همس مع اشخاص يقول واحد انا حياتي كذا بلين يعني على قول سادة لا راح ولا جاء ولا طلع خلاص معروف الروتين فلما تجي تسولف معا ما يكون السوالة في كثيرة عندك يبدأ يعطيك صح حلو متقبل لكن انا سولف التجارب بالحياة والروحة والجاية والتغيير ومعرفة الشيء ترى شيء حلو يجمع في الحياة لا يصير الواحد كل حياتك كذا سادة يجرب يروح يحاول والشيء مو بس عشان اشخاص اخرين ولا عشان فلان ولا لا عشان نفسك انت عشان ذاتك عشان مستقبلك عشان حياتك لان كل ما رحت وتعلمت وشفت وحتكيت بالناس وحتكيت بالبشر والعلاقات وغيرها انت توسع مدارك في الحياة فتصير عندك بدال ما انت مخلي زي شفت الكاميرا مخلي زوم ان مقرب الصورة لكن لما تجي وتتعرف وتروح وتغير الاجواة وتحتك مع الناس والنا ويمين ويسار ويا عالم تسوي زوم آوت فتشوف الصورة كذا واضحة من جميع الجهات تبدأ اتخاذ قراراتك في الحياة معاشرتك مع الناس كل شيء يكون له دور كبير عندك في الحياة تبدأ تتغير عندك الحياة تبدأ تتخذ قرارات وآراء شيء كثير يعجب الناس فبس قلنا خنعطيكم شيء من هالصباح وباسم الله وقفت السيارة هنا في المواقف هذي المواقف هذي تشاث لحق الموظفين بس عادي ما يمنعون المكيف فوق هنا موجود يضرب كذا على ظهرك وصراحة انت ابرد وانت ما تدري كيف خاصة اللي اضرب مع اكتافك فهذا الصواحيات اللي بنبدأ بالموز ان الموز فيه بوتاسم ويغذي العضلات فنقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بعد ما اخذنا وقتنا اليوم الصباح في المزاد يلا نغادر المزاد وخلونا نكمل جولاتنا في اليوم هذا الطيب الحلو يا اخي هنا يمي تشوف الناس كبار وصغار واعمار مادري كذا شبان وما شاء الله شغالين تحسه شغال يدف بهالسيارات وعنده ما شاء الله حماس ومستمتع بالشيء اللي قاعد يسويه لان هذا شغف عنده هذي شيء حلوه والله تشوفها هذا الطريقة الان الى بيت ابو محمد ان شاء الله تعالى المنتعش هناك ونعلم الله خير ان شاء الله تمتكلون معانا في اليوم الجميل شوفوا ما شاء الله الطرق علي من اليسار الحين علشان موضوع توسيع الطرق والمنطقة هذه وتطويرها تلاحظون علي من اليسار الشغل ما هو واقف ابدا حاطينا الاقماع ومضايقين الشارع شوية عشان بس يخلصون يصير سايدين رايح وجاي بس شوفوا كيف منظر الغيوم ما شاء الله تبارك الرحمن ادالا ما شاء الله حاطي لهم البقر هنا تارعا قدام البيت وحتى هناك وعزلين ومسوين كل شيء شوفوا ما شاء الله هنا يجيك الحين حرف تي خلاص لا يمين اليسار وصلنا على نهاية الحي ونبدأ ناخذ من عنده لفة يلا بسم الله وصلنا عند بيت ابو محمد فتح معانا الباب ما شاء الله كان على انتظار يلا يا البوابة افتحي بسم الله نتباع هذا اللي هنا يلا بسم الله الان نتحضر بعد ما وصلنا في المكان هذا اللي هنا والله شوية الاجواء مشمسة الى مشمسة جزئيا في الغيوم بس تحس شوية الاجواء يبهلها كده تاكية وروقانة شوي ما تطلعوا تسوي جهد قوي كده ويا لطيف ولا تاكية كده خبيفة خلونا نبدي الله جمعتا خير نكمل هالفيديو ونتعشها وناخذ الاجواء والسوالف ولا الحركات اللي تخبرونا يلا بسم الله شوف الدجاج هنا كيف ما شاء الله الوانه قاعد يستضل هنا شوف هذا الشيء كيف لونها والثاني وثالث كل وحده لون مختلف تعالي وما شاء الله كبير كده ويتغذى على الطبيعة شوف هذا اللي هنا لونين وهذه ما شار اسم على الصوات حركات انفش الريش يا سلام يا سلام شوف هذا اللي هنا تعال 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 تحسباك اللي لا شوشي على الكامير شوفه حاطين حاطة حاطين قل بفمها مدرش هنا شب ايو رمته شوف العين هذي اللي هنا بعد تعال 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 افا اثرين ايام نهو ابنا ديهم راحوا ابعدوا عني ما عليكم بعد شو بوكلهم ان شاء الله بتجيب لهم سناك خفيف كده اوال ايهم اه كيالله الحين حنا هنا قاعد نجهز اه لحفلة الشواء عندنا هنا مضباطنا بعد الاستاذ الكبير الشف محسن فيبيبدأ هنا طبعا الاجواء هنا موجودة مشاركنا عندنا ابو عقيل يا مرحب الحياكم الله المتابعين على اشك ان شاء الله انهم سنتعين معنا بالمداد ووريهم ان شاء الله وورناهم اليوم كنا بالمزاد مع ابو عقيل وخلصنا كيف كيف تسمع المداد الصوت اي سبني واحد ثاني واحد كده الحراج والدنيا لازم تلقطها على طول كده ما يصير ضياحة وما ترفعتك رفعتك راحت عليك خلاص حطوا المزاد برأسك وانتهت السالفة يجب ان تكون حذرة فيالله بسم الله هالله نزيت ترى الشباب ينتظرون يا محسن عليك ضغط كبير مرة حين من اليوم محمد يقول ترى لاكل لاكل ما ان شاء الله والله طب انا محسن معظل يا جماعة الخير عشان كده هو راعي جم مرتين في اليوم يروح هو واحد قريب واحد بعيد صاح الصباح قلت لي لا مرة في اليوم اه مرة طيب شان يقولون في واحد قريب واحد يا الزبدة انه يعني مرتين ثلاثة ليجي يالله بدينا فيه خطوات الشوي ان شاء الله احنا انا بنصور لكم كل شي طبعا مع الاجواء الاجواء كثير تساعد ان شاء الله شوف عندنا بعد مضبوط هو كيد ان شاء الله مضبوط بس يقول التخبر ان شاء الله انها يعني كلمة تقال والله هم ان شاء الله الله الريحة الله يعطيك العافية يا محسن من غير ايش اعطيك العافية بس على الريحة هذه الحالة والله العظيم شي خيال طب خاصة مع الاجواء اللي هنا شايفينها شوف الاجواء كيف اه في طيارة فوق من هنا عندنا هذا الجهة على الغيابة جماعة الخير منظر بديع سبحان ربي كيف الابدع في الخلق رب العالمين فهذه هنا عندنا المنظر وطبعا هنا فيه نعناع وغير النعناع بعض الاشياء اللي تقدر تسويها على طول تاخدها كلها هذا نعناع طبعا على طول تطبخ وتسوي كاسة الشاهي والشغل وكل شي يتبين واذا اجعت من هنا محمد ناخد الاندجاجها من هالدجاجات اللي موجودات هنا ولا لا طب ان هذا الدجاج رح يكون بعدين اوه ما بيلمس خبره يقول دايما الشيف واللي يطبخ يقول لحد يلمس الطبخ هو الحالة ولا يتدخل اكثر من واحد بالطبخة تخرب تاره لا قالك اذا الدخل اكثر من واحد بالطبخة خربت انا ما راح المس انا فقط هنا متفرج ونصور نعيمنا الله خير بعد انه بيناكل طبعا يا شباب بريكم هذا وش هذا وش ابو حميد دقي انا عارفه بس بيه اشرحها شايفين الملح هنا تحط الملح وش تسوي فيه ذبان نفسه الذباب طبعا هو قالها ابو حميد الذبان ما غيره اي شي حشرة تطير ولا بس الذبان اي شي الا الدبور طيب مثلا مشكلة الدبانة ما توضح في الكاميرا وين 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 الوزق وزق اللي هو قصدها ظهر براعصي براعصي تقصد يا محمد تحط الملح هنا وتبدأ تضرب والله يصير قاعدة صيد ذبان بس عشان ااوريكم ما اني لاقي ذبانة ما استلمته قابلي ذبانة وكده عشان والله مر ممتاز ترا على طول كده خلها قدامك زي الناشان وفا دقيقة بضربها طب وعلى طول يروح لك الملح دبانة ويقضي عليه وهذا شكلها وهذا الان عندنا الدجاج يا السلام يا السلام يا السلام انا الدجاج متبل ممتاز احلى على حركات بعد ما نحطها يا محسن كم نخليها مسكرة الكباب والدجاج غير الكباب ياخد شوية اقل بس الدجاج ياخد وقت عشان العظم ممتاز حنا ننتظر اللي تبيه انت اللي تأمر فيه كولوا كول لا تاكلوا لا تاكلون حنا ناس على قلاتهم نتبع عوامر الشف الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية يا محسن يقويك ما شاء الله الريحة وصلت لها عندنا يا جماعة تقيد انها داخلها بالكاميرا ان شاء الله تبارك الرحمن زيد زيد ايه والشباب عندنا هنا كلهم يبون يأكلوني ينتظرون الاكل يا لو سكرت هذي صرنا شوف هذي صرنا ياخذ راحته وقته وراحته كلها كلها تصب انه الاكل يطلع لذيذ وطيب ما بعد شغل البيت وشوي البيت والجمعة الطيبة هذي كلها هاي اللي صحتم رأس المال ما يحتاج يطفح وصل فاخر ترى ايه ايه يبيلها 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 شوف يا جماعة الخير ذاك الكوخ حق الدجاجة مسوينا هنا هذا ما شاء الله يكفي خمسة عشر الدجاجة نفسه كاملة الشبك هذا ولا الشبك كله طيب هذي هنا الكوخ ورنا ميزته عطنا عنا ريفيو كامل خلنشوف عندك هنا جرفتان فكها تاخذ على طول منها البيض يا سلام جاهز مجهز على طول وفرش عندك جهتان طيب هذي كلها البيض طيب واللي تحت وبعدين هنا عندك الاكل والجهة الثانية كلها حقها تلكل هذي ايه وبعدين عندك هنا جهة تقدر فكها تدخلك عطول على الدجاج اه يا سلام والدجاج يجي هنا ينام صح ايه خلاص طيب هناك بس يطلع بعد الساعة سبعة يحس انه خلاص الشمس بتغيب يدخل يجب من انفسهم من نفسه يخلق لك عجبتين الوانهم ما شاء الله طيب واللي هنا هذا الحوش حقهم قفلهم والحوش هذا هذي الحديدة برضو كمان شوف يغفلها كالباب خلاص طيب انت اللي تقفل عليهم صح يكون كسرت الله ما كسرت يجمد انا just have to be gentle شو شوي مع البراكتس هو ما شاء الله يا سلام دايما وابدن هذي الجملة براكتس makes perfect حلو طيب والشبك هذي هنا ايه هذا الشبك هذي هنا اللي يسموه حقتهم الممشى يتمشو زي الحوش حق البيت بالضبط وهنا عندك هذي واش المرجحة هذي يلعبون فيها يطلعوا فوقها يتمرجحوا يا سلام مستمتعين وايضا عندك الدجاج هذا الاطلالة يا جماعة اللي الدجاج يصحى عليها كل يوم الصباح ويقوم مع يمن الله خير بعدين عندنا هذي الحدايد مربطين بيها الخشبان هذي الزوايا تشوفها الثلاثة تثبيت لا قدر الله جانا رياح جانا اي شيء قولتهم هيريكينز العصار تعرفوا ان هنا فيها عصير دائما تجي لكن ما يحتاج فلوريدا معروفة واذا ما شاء الله هي طبعا السنشاين والأورنج وكل شيء من هنا من فلوريدا والان عندنا هذي الشجر وش اول شجر اللي دقين مواجهتكم هذي تجي جوافة هذي طيب وكم تاخذ وقت يعني تاخذ لها سنة يا السلام اجل ان شاء الله بربنا احيانا نجي ناكل جوافة من هنا مباشرة لازم ان شاء الله حلو الله يعافيك والان ثانية هذي حقة الكرز هذي للحين شايفين هذي حقة الكرز هذي كمان برضو يبغالها شوية يبغالها وقت هذي المنقة يسموها فالنسيا تجي كبير كبير منقة فالنسيا وباقي لها كمان برضو حقة سنة تبدأ تطلع ان شاء الله ان شاء الله بعد سنة يا جماعة راح نصور فيديو ونكد باذن الله تعالى ونوثق ان شاء الله ندوقك اياه وكذا نقسقصها على الكاميرا باذن الله وهذا اللي من هنا يا جماعة هذا شجر الصنوبر طبعا بوقت الدنيا لاجت الامطار والحركات كده يبدأ يطلع كده رائحة عليلة جدا اجماعة عريحة ما شاء الله تبارك الرحمن وتكون الجلسة هنا ما شاء الله واحلى عالم بالعالم وشيء صراحة يشرب الفلوس تدفع فلوس عشان بس تجلس الجلسة الحلوة هذه مع الرائحة الطيبة ما شاء الله والشارع قدامك واحلى عالم بالعالم والجره هذي اللي عندنا شي يقول محمد كم عمره هذي على حسب الكلام هذي نفس الشجر هنا ما شاء الله هذي اوك اوك تري في الليل تعطيك اوكسجين مو زي الشجرات الثانية ما شاء الله شكبر يا جماعة هذي فوق مئة سنة فهذه هنا موجودة مغطية المنطق اللي هناك كل ابوه حتى لو جلسوا ما شاء الله ما شاء الله مساحة واسعة في هالمكان اللي حنا فيه هنا في البيت شوف يا جماعة طيارة فوقك شوفوا يا سلام وعندك المسبح تحت والله اجواء والغيوم قدامك ولا نشوي على النار يقولون على النار شب كيف ما شاء الله شوفوا من هنا هذا الدجاج واهو راح علينا الكباب بس خلاص خلوا مشهول الين ما نجي ونأكله الله يعطيك العافية محسن بيض الله وجهك يلا جماعة حتى هنا مدلعين لك للدجاجي مسوي لهم سناك شوفي ناديهم نادي نادي هنا ابو احميد شنون ناديهم طب هنا مسوي لك سناك للدجاج شوفوا وش سناك اللي موجود هنا النواع من الانواع اللي موجود هنا هذا سناك اوفو تجمعوا تجمعوا دقيقة دقيقة انا والله هني مجد كيف اه 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 والله دقيقة ايدي 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 اه يا اخي ينقر يدك والله شوفوا ها ساول 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 ان ساولهم نساولهم حب احب اوكلهم شوف اشوف اعطى اعطى ايوة يا السلام بس تضرب اليد يا جماعة والله تنقر اه انت متعود ايوة ها ولا تحز يا شيخ بل ما عندهم اسناك شوف كيف النملة اخذتها واحدة ودعها هذا اسرقتها النملة من هنا بس هذا سناك يعتبر او لا مو واكلهم صح مو واكلهم مدلع مدلع حنا الدجاج هذا سناك بس دلع ما هو واكل رسمي شوفوا هذا الكبير يعجبهم شوف والله ما ان شاء الله طيب هذي ودي الاسود اول ثاني المشكلة ينقر اليد نقر انا خبر لا خلاص والله يضرب اليد لا دقيقة لا تدور عندي انا خبر قبل رحنا عند اللي هم النعام لما دخلنا منوكل النعام يبدى يضربك ضرب كذا شوفوا ارجعوا تعالوا كله حطناكم النعام يبدى يضربك ضرب كذا مع القزاز يكون في بصات مخصصة في بعض الاماكل يتاخذ السيارة وتدخل عند الانيمال كذا وتكون في مغامرة فحطينا عليها حدايد وشبك كذا عشان ما يدخل عليك فان عام لما تعطيه بعض الاماكل كذا يقوم يضرب كذا براسة نقر كذا فتنتبه ليدك صراحة انا مو يعني يا دجاجك كذا احنا متعودين عليك بس يوم ينقرك نقر كذا والله شوفوا ان شاء الله لا لا خلاص انا سناك خلاص يا دجاجك هذا سناك سناك بعدين الاكل بعدين والا انا نغسل الان شايفين هادي بس بفتحها عشان بس ننظف المكان الي هنا يلا بسم الله يا السلام احلى عالم بالعالم نظف نظف شوي اذا كان فيه ترابل لغيره نظف هنا يا السلام وهذا الكنب اللي هنا تبتتخلص من اسلاك والدنيا وتبتتشحن جوالك وتسترخي ما يحتاج اسلاك خلاص هذه اللي هنا حط الجوال بس بدا يشحن ويا سلام سلموا احلى عالم بالعالم وخلاص انت مرتاح هذا ما شاء الله الاكل هنا عندنا الرز والسلطات ما شاء الله والفواكه وهذا الكباب وهناك الدجاج ويلا بسم الله الرحمن الرحيم والان على طول يا جماعة الخير احنا بنسوي الناكاس تشايفها مباشرة ناخذ من هنا النعناع يا مشارة تبارك الرحمن روح ضبطنا ضبطنا بالنعناع يا سلام يا سلام احلى طول تاخذ من هنا كل شي فرش طبيعي مية بالمية هذا ما يبيل هاي كلام مؤلمين جايبة امس اليوم ها النعناع خربان لا قدامك النعناع هذا ما شاء الله كاست الشاي ضبطات بعدها الأكل الطيب اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي نعمت بها علينا يا رب اللهم دمها من نعمة واحفظها من الزوال واجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين يا رب ما شاء الله سميه صوت في الطيارة فوق المطار قريب بسم الله يا السلام يا السلام كاسة بالنعناع الطيب اللي من هنا بسراحة جوا حلوة مع شوية هوايات كده خفيفة مع شوية هوا يا السلام سلم شوف جا جا الدجاج يركض وين لا يمشي مع شوف الدجاج جا يركض شعندهم ها؟ جا يركضون ما عندي يأكل شكرا حسبون عندي يأكل تعالوا الزبدة شافوني يجو هنا بسم الله والله طيبة على جوالي هنا الرزق جماعة الخير لو سلوت معي واحد يقول لك الرزق فلوس وكيد فلوس هي رزق من رب العالمين الناس تسعت بفلوس بتعيش عيشة للناس محترمة يكون عنده قوت قوت يوم يصرف على نفسه يصرف على هلا ما يقوم ويكون عالى على الناس ولكن أحيانا الرزق يا جماعة الخير يجي بشكل ما هو فلوس من أكبر نوع الرزق من رب العالمين يسخر لك الناس شلون؟ رحت لديرة جديدة المكان جديد انتقلت مين يصار تعرفت لك على شخص سهل لك الأمور ضبط لك الأمور رحت تدرس في جامعة لقيت لك واحد في الجامعة ساعدك ببعض الأمور ديرة من هنا من هناك أمور رحت المكان رحت الشي مين يصار لقيت الناس يسخرها رب العالمين لك انها تخدمك هذا رزق من رب العالمين يسهل عليك أمور يقطع عليك مشاور كثيرة دائما قول اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي نعمت بها علينا الرزق صحة العافية الناس اللي حولك والروحات الجيات كل شيء رزق من رب العالمين و دائما دعوا هذه الفكرة برأسكم معرفة الاشخاص والرب العالمي سخر لك ناس تخدمك هذا من رب العالمين و هذا توفيق من الله و رزق من رب العالمين فقولوا دائما اللهم لك الحمد والشكر دخلنا عند الشباب و أُحَرصوا لناكم من الفوَاكَ معني أكلت شوي منها بسم بسم الله نعمة بطيخ هذا في رقي حب حب بطيخ جح كذا اسم له وهنا بل الامريكان والبنجليز يسمونه الواتر مالن واتر مالن واتر مالن يجب واتر مالن واتر مالن اي لوب واتر مالن فهذا هو اكثر موية طبعا صحي جدا بسم الله طبعا يجيك يخبط عليها ويقولك انا افهمه كذا ما تدري سمح الله بعد مرات يقولك يخبط طالع فاهم اخر شيء ما تضلعين بهاك الجودة اللي ممكن واحد يتوقعه تعال تعال هرب هرب هذا هو الحارس في هنا البس اللي موجود عند ابو محمد هنا بالبيت مسميها القارد ها القارد الحارس حق اجيب الصور يهرض مني هو حارس شون حارس وتهرض بس هو كل ما شاف السيارة كل ما صار شاف الصراح يتبقى اختر كذا ما يخاف المفروض بس اني مجي تصور قبل شو ينطلق انطلاقه لطيف تقل هجمه مرتدة على طول بوجهه لكن هذا هو القارد كنت بصوره والله بمسولف معي شوي كبير ضخم كده شكله ما شاء الله مع المنظر طلعنا الان اللهم لك الحمد والشكر يا رب فنحط الحزام لان راح السيارة تظل دق دق ولا هي ترحمك امو من اللهم لك الحمد والشكر لا اكلنا واينا من الله خير وراجعين بعد ما مضينا هالوقت الطيب مع هالشباب ومضينا هاليوم كل شوفهوا ما شاء الله هنا الان ما شاء الله تبارك الرحمن الشمس بتغيب يا جماعة خير ولكن مع الغيوم اللي موجودة وتحس الشمس اللي حين الديني نهار ولا هي شمس بتغيب خلاص ما بقي شيء على اذان المغرب خلال السيارة تروح امو من جماعتنا خير بعد ما رحنا واستمتاعنا اليوم ان شاء الله قضيت وقت حلو معانا قضينا لكم اليوم الحلو وقلنا ورحنا مع هالشباب فالى هنا نكون وصل لنهاية الفيديو اليوم ان شاء الله نعجبكم لا تنسونا اللايك وشارك وسبتوكرايب ونشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة